صابر من جنوب لبنان وآخر التحديثات الميدانية في لبنان عموما نعم هنادي ما زالت الغارات مستمرة على الضحية الجنوبية لبيروت قبل قليل ضربت غارة محيط منطقة السنتيراز قرب ملعب الراية في تلك المنطقة أكثر من 15 غارة سجلت منذ ثلاث ساعات تقريبا نستطيع أن نقول هذا زمن غياسي بالنسبة للغارات ليس بالنسبة لعدد الغارات لكن بالنسبة لزمن الاستهداف لهذه الضحية الجنوبية في العادة تكون صحيح الغارات قوية عنيفة أشد مما شهدنا هذه الليلة لكن الزمن أو التوقيت أو المدة الزمنية التي ما زالت فيها هذه الغارات متواصلة هو ما ربما يصنع فارقا في هذه الاستهدافات للضحية الجنوبية لبيروت قبل ذلك كانت الغارات قد استهدفت عدد من أحياء الضحية حارة حريك الحدث برج البراجنة والعمروسية في أشويفات كذلك في الجنوب اللبناني أيضا تستمر الغارات قبل قليل استهدفت أو قبل بعض الوقت استهدفت غارة بلدة معركة بقضاء صور وكذلك حبوش ودير الزهراني وإقليم التفاح في قضاء النبطية كذلك هناك القصف المدفعي مستمر على طول الشريط الحدودي مستهدفا عديد من البلدات الجنوبية الواقعة مباشرة على الخط الحدودي نتحدث حاليا عن العديسة مركبة حولة كفرشوبة شبعة وغيرها من البلدات التي تستهدف هنا في القطاع الشرقي كذلك في القطاع الغربي ما زالت الجبهة أو المحور الغربي ساخنا بدءا من النقورة أو امتدادا من النقورة إلى يارين مرورا بعلم الشعب بل لبونة الظهيرة وغيرها من مناطق وبلدات القطاع الغربي سواء تلك الواقعة مباشرة على الحدود على الشريط الحدودي أو إلى الداخل قليلا مع وجود محاولات أو استمرار محاولات التوغل في ذلك القطاع الذي شهد بالأمس عمليات قتالية أو اشتباكات أدت إلى مقتل خمسة جنود إسرائيليين في تلك المنطقة بسبب استهدافات من قبل مقاتلي الحزب بقنابل يدوية كانت هجمات مفاجئة من قبل مقاتلي الحزب مما أدى إلى هذا العدد الكبير في خسائر الجيش الإسرائيلي بين قتل وجرح في تلك العملية كذلك في عيط الشعب يستمر أو تستمر المحاولات الحثيثة من قبل الجانب الإسرائيلي للدخول إلى تلك البلدة المستعصية التي استعصت على الجنود الإسرائيليين في حرب تموز 2006 وكذلك الحال يتكرر حاليا حيث ينشر الحزب في بياناته أنه يستهدف مرارا وتكرارا خلة وردة أو خراج عيط الشعب بهجمات بسواريخ بقضاءة مدفعية وسواريخ موجهة إضافة إلى اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وسطة مما أدى إلى تدمير دبابة مركابة في تلك المنطقة ودبابة مركابة أخرى أيضا هنا في القطاع الشرقي تحديدا في العديسة لكن هذه المرة بساروخ موجه شكرا جزيلا لك صابر أيوب مراسل التلفزيون العربي من حصبية